هذه الدولة صراحة جباني لا تخاف من الأمريكي وبيخافوا من أن الأمريكي يحطون ويحط عيالهم وحشيتهم على العقوبات لحد اليوم وعم بفاوضوا رغم قوة المقاومة ورغم كل الدعم اللي أعطتني المقاومة عمليا ما عملوا شيء في نقطة يعني هي تتعلق بخطاب الأمين العام للحزب عندما قال أنه عندكم مهلة محددة بأيلول وقال لا نحن سنتصرف وفي كلام كان عن ضربة سيقوم بها الحزب ما بعرف وين هلأ حضرتك بدكت يعني إذا ممكن تقولنا وين ممكن تكون أو ماذا يفكر اليوم حزب الله أين سيضرب وهل ستحصل ضربة أو لا لأنه كمان في حديث عن أنه كل هذا التصعيد لدى الأمين العام ليس سوى تحصيل أوراق أمام إسرائيل في عملية التفاوض هل سيضرب حزب الله أولا مش غلط أنه يكون اللي عم يعمله الحزب هو لتعزيز موقف الدولي وتقوية موقفها في التفاوض المشكلة برجع بقول بالدولة بدعف الدولة هلأ إذا ما استثمرت الدولة بهالموضوع بالشكل الصحيح وهوكشتاين مع الإسرائيليين يعني الأمريكي والإسرائيلي ضلوا يماطلوا خلال فترة شهر أيلول أكيد المقاومة ستقوم بعمل عسكري ما على المستوى البحري وليس على المستوى البحري على المستوى البحري يعني هل ستضرب كريش؟ ما بعرف إذا رح تضرب كريش بس خليني يقول بس خليني يقول المقاومة هل سيكون عمل محدود؟ يعني خليني يقول أنا اللي بعرفه بدقة أنه هناك يعني المقاومة ستتدرج في عملية يعني الإنذارات العسكرية اللي رح تعملها للعدو الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي يعني ممكن يصير فيه لنقول نحن شفنا أول مرة مسيارات وأرسلها حزب الله بشكل مكشوف بمنطقة قريبة من كريش تاني مرة كنا هون على الهوى وطلع الفيديو اللي بيبين فيه بعض الصواريخ النوعية البحرية اللي ممكن تضرب بالبحر محطات مثل كريش أو غيرها وبالتالي ممكن الخطوة التالية تكون خطوة عسكرية أكثر إيلاما يعني تكون أكثر قربا إلى الأهداف حسب ما أنا بتوقع وبالتالي بتكون عملة الإنذار التالت يعني كان فيه إنذار أول إنذار تاني إنذار عملي مش كلامي والإنذار التالت ممكن يكون بمحيط كريش كما حطة أولى لحتى تشوف رد الفعل الطرف الآخر يعني نحن أنا ممكن نروح على مواجهة متدرجة عسكرية وبنا نشوف رد فعل العدو كيف رح يكون بهذه اللحظة بس أنا بعتقد مصداقية المقاومة ومصداقية اليوم كلام سماحة السيد شخصيا كرامز للمقاومة على المحك في هذا الموضوع ولن أنا تأديري لن تتراجع المقاومة في حال أن الأمريكي والإسرائيلي لم يعني يعني يلبوا مطالب لبنان أو على الأقل لأنه هذا شيء تركي الحزب للدولي أو على الأقل إيجاد صيغة لحلمة على الحدود البحرية نعم أنا عم تقول أنه من بعد كل هذا الكلام والتصعيد لا يمكن لحزب الله أنه أن يفقد مستقيده وأن لا يفعل شيء ولو كان رد أو ضربة محدودة بموقع معين أنا عم تقول حضرتك كمعلومات عندك أنه سيكون الرد بشكل تصاعد للوصول إلى مكان مؤلم للإسرائيلي على البحر طبعا لأنه إذا يعني خلينا نقول اللي عم بفكر فيه الحزب بهالمعنى حسب معطياتي المتواضعة بأنه المسألة مش مسألة أنه رسمنا حدود هلأ بنرجع بنحكي على مسألة قديش للرهان على مسألة استثمار النفط والغاز بس المسألة مش مسألة ترسيم حدود المسألة تتعلق أكثر بحق لبنان بأن يجري عمليات المسح والتنقيب والاستخراج مثل ما الكيان العدو عم يستثمر بالأراضي المحتلة أو بالمياه المحتلة هذه أول شغلة لبنان اليوم ممنوع كلنا عم نشوف كل الشركات الأجنبية ممنوع قبل ما يرسم كلها منكفئة وخايفة لأنه معتبر أنه هذه الجبهة مهزوزة من جهتنا بس مش معتبرتها من جهة العدو الإسرائيلي لذلك تهديدات الحزب كلام سمعت السيد نقل الموضوع إلى أنه لا مش أنتوا بس فيكنوا توقفوا الشركات نحنا كمان فينا نوقف الشركات وفينا نوقف العمل بهذه المنطقة لذلك هذا أمر يعني جدا مهم بالنسبة عم بحكي لا لبنان أولا وبالنسبة لمصداقية المقاومة وقيادة المقاومة الحزب بها المعنى ما فيه يتراجع لكن على الدولة أن تستثمر في هذا الموضوع حتى نقدر نوصل العملية تتعدى حق الكريش ممكن أن تصل إلى حقول أخرى بمراحل متقدمة مش عمقول بكرة الأمر الثاني كيف بدنا نشيل نحن الضغط عن البلد بهالمعنى حتى يكون فيه إمكانية لاستثمار مستقبلي في موضوع النفط والغاز وليس آني يعني اليوم ما فينا نحن نستفيد أنا هوني بدي يعني شير لنقطة مهمة كتير لأنه صار القصة متلموضة يعني كل ما هذا طلع على منبر أو طلع على التلفزيون أو كذا وما عم بقصد حدا عم بحكي بشكل عام أن الغاز والنفط هن الإنقاذ الوحيد للبنان كيف هن الإنقاذ الوحيد للبنان إذا هلأ بلشنا إذا هلأ بكرة بلشنا ما فينا نستخرج قبل سنوات ومع حكومي ثابتي ومع أداء جيد ومع وزير طاقة بيفهم ومع هيئة ناظمة للطاقة محترمة وعملية وفيها ناس محترفين وعندهم خبرات بدنا من خمسة إلى سبع سنوات المشكلة اليوم بالطبقة السياسية مجتمعة عم تهرب من أن تفوت على ملفات تانية عم تهرب من موضوع مكافحة الفساد عم تهرب من موضوع استرداد الأموال المهربة والمنهوبة عم تهرب من موضوع الأملاك البحرية عم تهرب من موضوع مردودات الأملاك البحرية والأملاك العامة ومعالجة التهريب وغير عم تهرب من كل هالملفات هاي وتروح على وعد الناس بالوهم نعم وأنا هذي شغلي عن جد بالوهم لي لأنهم نعرف إذا بعد في يعني بالوهم أول شي نحن مش عاملين مسح لهذه المنطقة ولا استكشاف ولا تنقيب وبعد ما دخلنا مرحلة الاستخراج الإسرائيلي بلش يشتغل بهالموضوع سنة الـ 2013 اليوم تسع سنوات طبعا ما رأيت فيهم فترة كورونا ووقف الشركات عملها تسع سنوات نحن أنا ما بدي أقول نحن أمامنا تسع سنوات بس نحن على الأقل إذا اليوم بلشنا أمامنا من خمسة إلى سبع سنوات فرجاء ما حدا من الناس ما حدا من الناس يتوهم بأنه بكرة رح يصير في عنا غاز ونفط وشفنا الفولكلور اللي صار اللي طلعوا بالشاختورة وكزدرنا وقلنا صرنا دولة نفطية وحطينا بانويات صرنا دولة نفطية ونحن هلأ دولة بلا بنزين وبلا مزوت هني أظن أنه قصينا الشريط هني أظن أنه قصينا الشريط فنحن هلأ بلا مزوت وبلا بنزين وبلا كهرباء بس نحن دولة نفطية طيب النور النفطية شو على البانو هني أظن أنه قصينا الشريط يعني أنه بعهدنا بلش الكلام عن هذا الموضوع بعهد سي بقى كنا نسينا هذا المرافع هذا من 2011 الموضوع عم ينشغل فيه إذا بدك لورة من 2009 وقت اللي بدأ الترسيم مع أبروس لا مش صحيح بس طبعا هذا كله من ضمن الفولكلوري السياسي بس أنا بركز على نقطة لكل مسؤول عنها ومن ضمن حزب الله ما تبيعوا الناس وهم بأنه بكرة فيه عائدات رح تجي من وراء النفط والغاز تنقذنا اقتصادية